بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم جميعا ما زالت أصداء الزيارة المهمة التي يقوم بها رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بتجد الاهتمام من كافة وسائل الإعلام سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية رهلة رئيس المخابرات المصرية أمس إلى تل أبيب واجتماعه مع القادة الإسرائيليين وزير الدفاع ومدير الموساد ومدير الأمن القوم الإسرائيلي ونتنياهو ثم لقاءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيس المخابرات الفلسطينية ثم النهاردة الصبح كان في قلب غزة وصل الوزير عباس كامل إلى غزة حيث تفقد الحالة داخل غزة ووقف بنفسه على الأماكن التي تحتاج إلى إعادة إعمار والمشروعات المستقبلية ثم بدأ العمل المهم وهو لقاءه بقادة حركة حماس حيث اجتمع مع يحيى الصنوار رئيس حركة حماس في الداخل وقادة الحركة ومباحثات جادة وطويلة بين الجانبين انتهت إلى مجموعة من التفاهمات ووقوف على أرضية واحدة في سلسة ملفات أساسية ملف التهدئة ملف إعادة الإعمار وملف تبادل الأسرة تبادل الأسرة بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في حماس حيث أن في حرب 2014 استطعت حركة حماس أن تأثر أربعة من الجنود أو ضباط الإسرائيليين ولم يعرف حتى الآن مصير هؤلاء هل هؤلاء في عداد القتلة أم هؤلاء في عداد الأسرة إسرائيل ما تعرفش وحركة حماس بتستخدم هؤلاء الأسرة في الحصول على مكاسب سياسية وهذا حقها ما في ذلك شك النهاردة الوزير عباس كامل مع إحي الصنوار ومع مجموعة القادة في حركة حماس نقش في هذه الملفات بما يحقق مصلح الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية في إيه؟ إيه المطلوب؟ وإحنا يعني عشان منتوش حتى لا تتوه القصة وحتى لا نتوه عن أصل الحكاية هي إقامة دولة فلسطينية إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية عورة اللاجئين والمياه الوزير بيتناقش مع حركة حماس مش فيه تفاصيل اللحظة الراهنة وبس بيتكلم معهم على تفاصيل اللحظة الراهنة كيف نخرج منها محققين مكاسب كجانب فلسطيني في نفس التوقيت اللي ننطلق فيه إلى تسوية نهائية الفكرة الأسية مش إنه نعايزين نهاية دي إحنا مش شغالين مطافي بنطف حرايا ولما تقوم الحرايا نطفها تاني لا الرئيس السيسي دائما وأبدا وده كلام واضح للجميع اللي مسدقوا مسدقوا اللي مش بسدقوا بكرة يسدقوا إنه هذا الرجل دائما ما يدخل في ملف إلا ووصل إلى جزور المشكلة ووضع لها حلول حتى نصل إلى حل جزري في كل قضيانا وكل تجاربنا في مصر كان الرئيس السيسي دائما يبحث عن جزور أي مشكلة للوصول إلى حل نهاية والقضية الفلسطينية أحد الملفات المهمة التي تناولها الآن ويديرها الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمهارة حكيمة الرئيس بيدير الملف بمهارة حكيمة فائقة ليه؟ لأنه خلاص درس الملف عرف المشكلة فين نقاط القوة نقاط الضعف لكل جهة والعقد التاريخية والعقد الجغرافية والديمغرافية وكل درس الملف كامل ومن ثم بدأنا نتحرك التحركات أصفرت عن نتائج لأننا بنسير بشكل حكيم وعاقل ومش بس عشان مصر قوية عشان مصر حكيم ووصول مدير المخابرات إلى غزة وجلوسه مع حركة حماس والوصول إلى تفاهمات واضحة من حيث تثبيت الهدنة والإعمار وتبادل الأسرة ده نجاح اتنين الوزير حباس كامل بعد لقاءه مع المجموعة الخاصة بحماس اجتمع مع قادة كافة الفلسطينية في غزة حقا لكم بنتشوفوا الصور دامكم ده يحيى الصنوار اللي هو عباس ومجموعة المخابرات مجموعة رجال المخابرات المصرية والوفد الأمن المصري وقادي مجموعة حماس بقيادة يحيى الصنوار اللي هو قائد حركة حماس في الداخل ده اللي تولى إدارة حركة حماس في الداخل بدلا من إسماعيل هنية أو مكان إسماعيل هنية وإسماعيل هنية كان تولى مكان خالد مشعل وخالد مشعل كان تولى مكان عبدالعز الرنطيسي والرنطيسي كان مكان أحمد ياسين إلى آخره ما نرى أمامنا الآن إنجاز ما نرى أمامنا الآن في هذا التوقيت قدامنا هو بيشوف قدام حضراتنا دول حركة حماس ودول مخابرات المصرية فين؟ في غزة بعد هذا الاجتماع زي ما بقول لحضراتكم كان فيه اجتماع مع كافة الفصائل البقى الفلسطينية الجهد الإسلامي ومين 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 وكل الفصائل الفلسطينية اللي هي كلها بالمناسبة يعني كل الفصائل الفلسطينية في حالة احتلال فكله يعني عنده حق فيما يفعل وإحنا في مصر بننظر إلى كل الفلسطينيين وكل الفصائل الفلسطينية إنها في حالة نضال من أجل التحرر وإحنا معاهم في نفس الوقت الأول مرة بتجد إنه دولة لديها الأدوات والقدرة إن هي تتصل وتتواصل بكل الأطراف في نفس الوقت ده ما كانش موجود قبل كده بالمناسبة الجديد إنه النهاردة تجد رئيس مخابراتنا بيطلع على تل أبيب بيقعد مع كل القادة الإسرائيليين يتكلم معهم بشكل واضح جدا بيطلع على السلطة الفلسطينية في رمالة بيقعد معهم بيتكلم معهم بشكل واضح في كل المسائل وبينتقل من رمالة أو تل أبيب إلى غزة حيث قال بالأحداث هناك الفلسطينية وحركة النضال والمخاومة الفلسطينية إلى آخره وبيجد لغة ومساحة للحوار مع كافة الفلسطينية إذن لا تجد دولة تستطيع إن هي تتحاور مع الجميع بنفس المرونة والمهارة اللي مصر بتعملها دلوقتي أنا مش حايز أتكلم كتير في دور مصر ما هو معروف لكن إحنا بنذكر حتى الأجيال اللي كانت انفاصلة عن القضية والأجيال حتى في داخل فلسطين اللي نسي دور مصر فإحنا بنقول يا جماعة مش دورنا عشان أعلق يفطى ولا أقول إن أنا عظيم ولا أخذ شهر التقدير من أي حد أنا لا أنتظر مصر لا تنتظر شهرات تقدير من أحد لكن فكرة تتبعي أنا شخصيا لأراء الدول وإشارات الدول بالموقف المصري حتى أتتبع الدول اللي كانت تفخخ فيما مضى أي محاولة للصول على الفلسطين إحنا زمان بنتحرك مصر بتحرك بنفس الإخلاص بقى أنه سبع سنين لكن كان هناك دول بتحاول تقطع دور مصر بتحاول تقلل دور مصر بتحاول تزايد على دور مصر كانت تركيا وقطر تحديدا يعني والفصائل الفلسطينية اللي كانت منضوية تحت سواء إيران أو تركيا أو غيره في اللحظة الراهنة لحظة الحقيقة كل الدول خد بالك أولهم تركيا وقطر بيشيدوا بالدور مصر الولايات المتحدة الأمريكية بتشيروا بالدور مصر إسرائيل وحماس المتناخدين بيشيروا بالدور مصري إذن أنت مش وسيط أنت مدير مصر ليست وسيطا في القضية الفلسطينية وإنما مصر بتدير حل للقضية الفلسطينية مش بتدير الأزمة إلى ملا نهاية ولا بتدير على مسألة التفاوض مصر بتبحث عن حل ناجع ونهائي للقضية الفلسطينية خلينا رجع تاني عشان الأبطال ورجال الظل اللي أصبحوا رجال النور في غزة والتحركات الواعية اللي تمت النهاردة وزي ما قالت وكانت أمبال الأنضول أنه خليلي الحية المتحدث باسم حماس زي ما قالت الشرق والأنضول وغيره اتكلموا على المباحثات اللي جرت مع رئيس المخابرات المصرية وقالوا نقشنا تنفيذ القرارات الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني ورفع الحصارة عن غزة بالكامل وإلزام إسرائيل بوقف أدوانها في القدس والشيخ جراح وقف الاستطان وقال إنه المنطقة مرهون عودة تدوء إليها بتنفيذ هذه القرارات وكمان قالت وكالة أمبال الأنضول إنه رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اجتمع بقادات حماس في قدع غزة عدد رأسه ميحس نوار ورئيس الحركة في القطاع كامل اللي هو عباس كامل بدأ زيارته في غزة لبحث جهود تثبيت وقف اطلاق النار زي ما قلنا لكن المهم اللي تقال في الشرق إنه الوزير عباس كامل سيضع حجر الأساس لمدينة مصر السكنية التي ستبنيها الحكومة المصرية لأبناء قطاع غزة بشركات وطنية مصرية عشر تلاف وحدة سكنية على مساحة ربعمائة الف متر مربع طبعا ده ده الشرق بتتكلم بلوبرج والاندول بتتكلم قالوا إنه الوزير هيحط حجر الأساس لي عشر تلاف وحدة سكنية هيسموها مدينة مصر في فلسطين أو في غزة على مساحة ربعمائة الفدان أو ربعمائة الف متر ده الكلام اللي تقال فيه الاندول والشرق بقول لكم الناس قالت ايه على هذا الاجتماع طيب يحيى السنوار نفسه بعد الاجتماع اللي هو قائد حماس في غزة قال هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرة مع إسرائيل ده تصراحات صحفية ليه كان عاقب اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية وقال إنه فيه فرصة حقيقية لتحقيق التقدم بكل الملفات وقال كمان إنه إحنا بنقول إنه ملف المفاوضات حول الأسرة قد يستغرق وقت فبالتالي بنرى كحركة حماس إنه نحن نفصل ملفات بعضها عن بعض يعني جزئيا حتى يتم السير في ملف إعمار قطاع غزة لألينا في غزة طيب أنا بقول لحضراتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه وأكد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحاري الفلسطيني منظمة التحاري الفلسطينية اللي أسسها أبو مازن أبو عمار وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تاريخيا كلنا كنا حفظين هذا الكلام فاكر القرار 242 وملحقاته وإن منظمة التحاري الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وهو حق الشعب في تقرير مصير كل دي قرارات دولية النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي بينوه وبيؤكد على أن وحدة الشعب الفلسطيني والكينات الفلسطينية والتيارات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية هي ضربة البداية عشان نمطلق ونروح مكان تاني نبدأ فيه نخلص الإجراءات المعرقلة المعرقلة والمعطلة نتيجة الفرقة الفلسطينية الرئيس بيقول يلا نسلح يلا نشتغل وكله يتحرك في مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وكمان الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بيدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة أمار غزة احنا في مصر مهتمين جدا جدا بأمار غزة ليه لأنه دول أهلين اتنين لأنه ما تقوم مصر ببنائه كلام واضح ما تقوم مصر بتتشينه وبنائه لن يجرؤ أحد في المساس به تاني بقول مصر هتنشئ وحدات سكنية وعارض اعمار وطرق محطات مية محطات كهربا صرف صحي زي ما بنعمل في مصر في المدن بتاعتنا نعملنا يا جماعة 14 مدينة في كم سنة وعاصمة جديدة غزة كلها مدينة واحدة من المدن دول يعني غزة كلها على بعض هي عبارة عن مدينة من المدن دي ودول أهلين خلاص يعني الموضوع انتهى الرئيس بيقول احنا عايزين بسرعة نبدأ تساعدونا كمصر في الاعمار احنا خلاص هنشتغل مش هنشتغل بشركات مقاولاتنا بس ولا رجالتنا بس ولا فنيننا بس كمان حطينا نص مليار دولار عشان نبدأ تتحرك في هذا الاتجاه كل الدول عليها تبدأ تتحرك عشان نبدأ نعمر المدن في غزة ويرجع المواطن الغزاوي مرة أخرى يعيش حياة طبيعية نفتح تاني مينة غزة ويتم استكمال مينة نقدر في مصر نبني المينة في غزة وندير المينة في غزة مع الاخوة في غزة من أجل انه يكون فيه متنفس حقيق ومطار غزة ونبدأ نشتغل الأرض دايقة وكسافة السكانية عالية وظروف الاقتصادية صعبة جدا لكن نقدر نقدر بايه من يكون فيه وحدة فلسطينية من الفصائل الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر بتقوم بجهد كبير من أجل تثبيت الهدنة من أجل حل مشكلة الأسرة من أجل العودة إلى الحل النهائي للقضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي قال برضو أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل محاولة لحمة فلسطينية حقيقية مش ظاهرية اتكلمنا كتير في موضوع المصالحة عايزين نتحق المرة هذه نتحرك في إطار حقيقي وعملي وجديد وكله يكون فيه صادق احنا مش بنناور لأنه احنا مش بنلعب سياسة احنا عايزين نحل مشكلة تاريخية الأجيال الفلسطينية المتتالية كفرت ربما بكل الحلول النهاردة احنا بنحط حل جديد بشكل جديد بفكر جديد بفقه جديد بمدخلات جديدة ان شاء الله تكون المخرجات جديدة بإذن الله خلينا أقول لحضرتكو أنه النهاردة الرئيس أمر بتسيير جسر بري جديد لإرسال مساعدات الأهلين في قطاع غزة حيث وصلت 56 شاحنة مصرية كهدية من الرئيس ومن مصر إلى أبنائنا وإخوتنا في قطاع غزة في وقت صعب للغاية في وقت فيه صعوبة على الجميع لكن مصر التي تملك أوراق اللعب وتملك أوراق الضغط وتملك كافة الأدوات ونفس التوقيت اللي فيه مدير المخابرات العامة المصرية اللي هو عباس كامل مع الوفد الأمن اللي وصل النهاردة لتنين إلى غزة كل الصورة اللي قدام حضراتكو دي هي دي الشاحنات المصرية اللي رايحة محملة أو محملة بمساعدات مصرية لأبناء غزة بيستحقوها وإحنا بنقول إنه هكذا الأخ الأكبر وهكذا كانت مصر لم تقصر في يوم ما مع شقيقاتها العربيات الجسر الجسر البري اللي قدام حضراتكم ده مش جديد وأنا قلت قبل كده 56 شاحنة ده ده جزء من لكن ما شاء الله قدام حضراتكم يعني أهو وكمان الإسعاف المصري والهلال الأحمر المصري بيساند وبيساعد بيتحرك يعني إحنا الحياة بتدب من جديد في قطاع غزة بأنامل مصرية وبإرادة مصرية وبحب مصر وعشان كده مبارح لما جبنا صور الرئيس في قطاع غزة في الشوارع يعني هو الناس يا جماعة مش فكرة بحبك وبكرهك بس ومش فكرة أنا منتمي ليك وبس فكرة أنت صادق في مساعدته أو لا الشعب الفلسطيني شاف إيد بتحنوا عليه شاف إيد بتطبطب عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي زي ما احنا قلنا قبل كده احنا ما كنا من سبعة ثمان سنين المحتاجين اللي يطبطب علينا والرئيس اتحرك وجبر بخاطر الكثيرين داخل مصر النهاردة بتنتد إيد مصر إيد الخير إلى خارج مصر سواء في ليبيا سواء في غزة سواء في السودان سواء في العراق سواء في لبنان سواء في اليمن إن شاء الله مصر قادرة على إعادة الإعمار في كل الدول العربية بهذا الشكل والحنو المصر والطبطبة المصرية بقول بشكل واضح جدا بتجدها في الصور اللي احنا بنعرضها قدام حضراتكم عندنا مساعدات ومساندات مش كده وبس مش كلام قاعد أنا لأ ده ده كبار المسؤولين المصريين موجودين هناك في قلب الحدث في عين الحدث بيتحركوا بيشوفوا بيشوروا بيضغطوا عشان نوصل لحلول احنا لا نتعامل مع القضية الفلسطينية بالشكل والسكينة معاذ الله ولا نتعامل فيها بنوع من الرومانسية السياسية برضو معاذ الله حينا نتعامل بفقه الواقع اللي الرئيس يعني رصخ مبادئ العمل وفقا لمنظومة فقه الواقع في مصر وبها نتعامل برضو وبشرف وبكرامة وبنبل وبحكمة شديدة وبقوة شديدة وبردع وبحسن مع كافة قضايا ومنها القضية الفلسطينية اللي احنا ان شاء الله واخدين على عطيقنا عادة اعمار قطاع غزة ونقلة نوعية هائلة لحياة اخواتنا اولادنا في هذا القطاع خليني اقول لحضراتكم انه المدينة السكنية اللي في مدينة الزهراء مدينة السكنية مصرية خلاص ان شاء الله ترى النور خلال الفترة القادمة وانتو عارفين الرئيس سيسي لما بيكلم بيقول نبني مدينة ولا نبني حاجة انتو عارفين الوقت يعني على مستوى العالم بيصابق الزمن فانا واسخ 18000 واحدة السكنية دول هتجد عندنا خبرة وعندنا تجربة ونشوفها قدامنا يعني احنا بنكون معدين بالليل الصبح بنلاقي مشروع يعني والكلام ده الناس اخذته تريئة علينا وقعدوا يتكلم وقول لك إيه الحقهوش مش عارف ايه الكلام وإحنا تكلمنا قلنا احنا عندنا حوالي كم الف مشروع 11-12 الف مشروع على مدرر كم سنة بكلفه 3-4 تريليون وقلنا بارقام لكن ربما صدمة لي الناس ال هؤلاء الذين يعني التحفوا بالكسل هؤلاء الذين يعني لا يعملون ويسيئهم أن يروا مصر تعمل فقعدوا يشكوكم في الارقام لكن انسى الارقام احنا ما عندناش بنوعه ارقام ولا احصائيات احنا بنتكلم ونقول انزلوا الشارع شوفوا او اللي مش عايز انزل احنا الشعب مصر شايف والاقمار الصناعية شايفة وجوجل شايف ولما قلت ان جوجل محتار معانا في الجوجل ارت وفي الخرايط تاعت التتبع وغيره اشتغلوا انا ترياءة وقالك ده بيزايدوا وبيقولوا لكن ده حقائق موجودة قدامكم شوفوا انت بتمشي على طريق النهاردة شوف بكرة بتلاقي عليه ايه شوف المحاور في الداخل احترمنا الناس في الخارج لانه شافوا بدأنا نتحرك بقادي بيضاء على الخارج وبقول بنبني مدن في غزة وبقول ليه ما نبنيش في في ليبيا احنا ان شاء الله الدكتور مصطفى مدبولي ومعظم اعضاء الحكومة راحوا الى ترابلس العاصمة اكتموا مع رئيس الوزراء الليبي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وبقول تاني ان الشركات المصرية الطريق مفتوحة امامها في ليبيا للعمل احنا بنشتغل بنعمر لمين اخواتنا بنعمر لاهالينا في ليبيا بنعمر لأهالينا في ليبيا في بنغازي في ترابلس في برقة في بن وليد في كل فزان في كل الاماكن الليبية دول كل مكان بيتعمر في ليبيا فهو يعني حاقة صد ضد الارهاب وحاقة صد ضد الفوضى وحاقة صد ضد الاحتلال اي احتلال واي اطمع احنا من مصلحتنا ان الليبيين يكونوا في رغد من العيش فمصلحتنا ان يكون الشعب الليبي ايد واحدة فمصلحتنا ان يكون الشعب الليبي والجيش الليبي والمؤسسات الليبية تكون ايد واحدة من مصلحتنا ان يكون الارض الليبية موحدة ومؤسسات ليبيا موحدة وانا بقول تاني مصر قادرة بشركاتها وبموظفيها وبعمالها واستوتها ان هي اتعمر ليبيا قاطبة دون اي دولة اخرى انا نقدر لانه احنا بنحب الليبيين احنا بنحب الدول العربية فبالتالي بقول أنا في مصر نقدر نساعد في ظروف صعبة جدا نقدر نساعد وبسرعة أسرع مما يتخيل الأخرون نقدر نعمر في السودان نقدر نبني سدود في السودان نقدر نبني جسور في السودان نقدر نساعد مع إخواتنا في السودان مش مساعدة يعني واحد قوي بيساعد واحد ضعيف ما عاذ الله إحنا أخ بيساعد أخوه والشخيقة الكبرى بتساعد كل الأشقاء العرب لنقدر عليه نعمله في لبنان محتاجين اعمار هنعمل اعمار في بغداد وفي البصرة وفي عموم العراق هنعمل اعمار في اليمن هنعمل اعمار في كل مكان في الصومال في جيبوتي في كل مكان نقدر نتحرك فيه ونتحرك في الدول الافريقية بنقيم سدود في تنزانيا بنقوم مشروعات في غرب افريقيا ومشروعات في رواندا ومشروعات في بروندي ومشروعات في كينيا وحتى في مشروعات في اثيوبيا احنا بنقول عندنا 100 مليون وعندنا رئيس بيدير البلد بفكر جديد وفق جديد خلك كله يشمر ويشتغل نبني ونعمر في كل مكان اتغيرت شكل البلد النمو بتاعنا زاد الناتج المحلي بتاعنا زاد الناس بره بتحترم الأقوياء احترمونا اتحركنا بره مصر كله بيشيد ويمتند لما تقوم بيه بالتالي بقول انه علينا في الوقت القادم كل شركاتنا تنطلق فرصة للشركات المصرية مش بس عشان تكسب لأ عشان نعمر هناك عندي هدفين سعيد لحاجتين بشغل شركاتي في نفس الوقت بعمر بلاد احنا بنحبها بنعمر بلاد بأدينا احنا اعتقد والاخوة في ليبيا وفي السودان وفي لبنان وفي العراق وفي فلسطين لا تجد فارق ولا تستطيع ان تفرق او تميز بين المصر وبين الليبي بين المصر وبين الفلسطيني بين المصر وبين السوداني بين المصر وبين كلنا عايز نرجع تاني فكرة اعادة العواصم العربية فكرة مش عايز اتكلم على انه العروبة والقومة العربية والحاجات دي كلها اصبحت يعني من سجلات الماضي والتراث وغيره لا والله نقدر نتحرك نقدر نتحرك لانه احنا جربنا وشوفنا لو حصل صداع في المغرب احنا بيجينا نفس الكلام بنحس بيه لو حصل مشكلة فيه اقصى البحرين احنا بنتوجع ليها لو لما حصل في مصر مشكلة ومصر حصل عندها عملية سكتة دماغية او غياب وعي مصر اصيبت بحالة غياب وعي فقدت الوعي تماما في 2011 يعني مصر المركز اصيب بفقدان للوعي فحدث تنميل في الاطراف وحصل دمور في الاطراف بقول وكلام مش كلام تنظير اللي حصل في مصر في 2011 لغاية 2013 كانت مصر في غيبوبة كاملة هذه الغيبوبة جعلت الاطراف من اقصى الشرق الى اقصى الغرب الى اقصى الجنوب دول وعواصم عربية اندثرت ضاعت لن تعود مرة اخرى على الخريطة كما كانت نتيجة ايه ان القلب كان او الدماغ هنا في مصر حصلها عملية تيبس او غياب وعي لحظي عندما استفاقت مصر مرة اخرى بدأت الحياة تدب من جديد في الاطراف التي كادت ان تشل او كادت ان تبطر انا بقول هذا الكلام والكلام اللي بقوله بقوله الاخوة العرب في كل مكان لذلك لا اجد اي خجل ولا ادعو دعوة خجولة الى ان احنا نعيد مرة اخرى فكرة القومية العربية مش عيب بعدما الكلمة كانت عيب في وقت بالاوقات لانه التشوه والتشويه الثقافي والمعنوي والتوعاوي اللي حصل للمنطقة جعل المنطقة متعلقة شوية بالعولمة شوية بالرأسمالية شوية بالعلمانية شوية بالرديكالية شوية بالشيوعية شوية بالشيوعية الرأسمالية المتوحشة والرأسمالية المشوئة الى اخره لكن ضعت مننا البصلة ولا ننتمسك بحبل الله المتين عندنا لغة اللي هي وعاق الوعي وعندنا مصير واحد وعندنا احلام وامال وعندنا وفرات في الموارد الطبيعية والبشرية والمالية دولة زي مصر عندها عدد سكان محترم مية وشوية مليون تلتة عدد سكان في العالم العربي عندنا دول الخليج عندها فوائد مالية عندنا دولة زي السودان ودولة زي عندها اراضي زراعية دولة زي الجزائر ودولة زي ليبيا عندهم بترول عندنا متكاملين نقدر نعيش ونقدر مش عايزة قول نستغنى عن العالم الخليجي لكن عندنا ما يشجعنا على الاكتفاء الذاتي العربي التجارة البينية العربية حاجة فاضحة الارقام فاضحة الاستثمار العربي داخل الدول العربية شيء فاضح الفوائد المالية العربية في الخارج في امريكا وفي لندن وفي اليابان فاضحة ايضا لانه احنا بنحط فلوسنا والناس العنفل يحطها في امريكا واوروبا وغيره برا وبقول بشكل واضح ومن غير مليف فاضور بيتنصب عليهم فانا بقول تاني جوحة اولى بلحمة طوره الدول العربية اولى ببعضها البعض خلينا نزود التجارة البينية العربية نتبادل كل دولة بتتميز بميزة نسبية نبدأ نتبادل الخبرات نتبادل الرؤى اعتقد ان احنا ممكن والجامعة العربية لا بد ان يكون لها نصيب في هذا التطور النوعي اللي موجود مرحلة ما بعد الاستفاقة يعني كان فيه عندنا غياب واعي مرحلة يعني اتعامل قلب مفتوح وتعامل حاجات كتير مرحلة ما بعد الاستفاقة الكل فاي يلا نستغل لمرحلة الاستفاقة العربية ونبدأ نرجع الحياة مرة اخرى لما نسيناه ربما عن عمد خلال المرحلة الماضية خليني وانا في نفس الملف بقول ان التحدي الاكبر امام المنطقة العربية والامة العربية هو فلسطين قدالة الفلسطينية الرئيسية لكن للأسف الشديد جنب القدالة الفلسطينية جنب الورم الاساسي اللي هو اسرائيل ظهر عندي مشكلة في سوريا وعندي مشكلة في العراق وعندي مشكلة في لبنان وعندي مشكلة في اليمن وعندي مشكلة في الصومال وعندي مشكلة في كل الدول العربية اصبح لديها مشاكل وانكافأت عليها لكن كل هذه المشاكل بيجمعها إما مستعمر عايز يرجع إما طامع عايز يلاقي له مكان إما واحد بيتوسع عايز يرجع تاريخه وتاريخ يعني مضى ولن يعود وما بين راديكالية وتوجهات يمينية متطرفة بتحاول أنها تسيطر على مقارن الأمور كل دي تحديات هي دي أهم التحديات الموجودة بالمناسبة خلينا نروح للتحدي الأكبر والكلاسيكي والتاريخي والتحدي الأخطر ووجود إسرائيل في المنطقة والتهمها للأراضي الفلسطينية هو ده الملف الأكبر فبالتالي خلينا خلال الفترة القادمة فرصة أن القدالة الفلسطينية ظهرت وطفت مرة أخرى على الساحة ليس بفعل وسائل الإعلام وإنما بفعل أبناء فلسطين هم الأكبروا وكالات الأنباء العالمية والصعف العالمية والفضائيات أنها تنتبه لما يجدون في فلسطين أكبروا نيول كريمز على أنها تخلى صفحيتها الأولى لضحايا شهداء الأطفال في فلسطين خلينا أقول هم اللي خلوا مبارح مظاهرات قدام مصنع بوينج في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يوقف تصدير السلاح لإسرائيل فبالتالي خلينا ننتبه شوية نشوف إيه اللي بيحصل النهاردة بيحصل في إسرائيل داخل إسرائيل بيحصل عندهم كارسة كبيرة جدا عندهم مهلة لتشكيل حكومة فاشل نتنياهو في تشكيل حكومة إسرائيلية خليه بس أقول لحضراتكم معلومة أنه خلال عامين سنتين عشرين واحد وعشرين ولا تسعتاشر عشر سنتين اثنين أقيمت أربع انتخابات إسرائيلية أربع انتخابات عامة في إسرائيل كل انتخابات تفرز نخب حزبية لا تستطيع تأليف وتشكيل حكومة يعني عندي أربع انتخابات مضت كل انتخابات كانت نتيجتها لا تمكن أي حزب من تشكيل حكومة بشكل مريح كله كان بيطلع نتنياهو يجيب ناس يدعموه ويعمل تحالف عشان يقلف حكومة معهم وتفشل زي دلوقتي دلوقتي نتنياهو فشل في تشكيل الحكومة أطول رئيس وزراء في إسرائيل فشل في تشكيل الحكوم وحصل أحداث الأخيرة انبارح طلع نفتالي بينت اللي هو رئيس حزب البيت اليهودي اللي عنده سبعة منقعة فيه الكنيس الإسرائيلي وقال أنا اتفقت مع يقير لبيد اللي هو رئيس حزب هناك مستقبل اللي عنده سبعتاشر مقعد هما الاثنين مع بعض عندهم اربعة وعشرين مقعد ان احنا هنقلف الحكومة مع بعض كل واحد فينا سنتين أو سنة ونوص طبعا لما الاثنين دولي تافوا مع بعض يبقى نتنياهو بر الصورة اهو قدام حضراتكم ده ده بينت ده كاره العرب اللي قلت عليه لص بارح وقلنا عليه انه قتل مجموع من العرب الى اخيره بس ما فكركم ده اللي عنده سبعة مقاعد وده راح يتفق مع يقير لبيد عشان يعملوا الحكومة مع بعض طبعا معهم ازرق ابيض عنده طبعا مقاعد والحزب العمل الاسرائيلي عنده سبعة مقاعد واسرائيل بيتنا عنده سبعة مقاعد يبقى كل دول انتفق مع بعض ضد حزب اللي كود اللي هو حزب نتنياهو اللي لم يستطيع انه هو يشكل الحكومة بمفرده عنده الرجل عنده 40 ساعة ولا 50 ساعة اللي هو 50 ساعة يقير لبيد انه هو يبدأ يشكل الحكومة هو بيقول انها هنشكلها هو بيقول ان احنا بدأنا نعمل اتصالات مع منصور عباس زعيم الاخوان والقائمة العربية في الكنيست الاسرائيلي حتى تكتامل الصور طبعا نتنياهو والمجموعة اللي معاه بيهجموا هجوم شرس جدا ليقير لبيد ونفتالي بينت انه هما دول يسار هيضيعوا اسرائيل لكن بقول تاني انه بينت اللي هو مبارح جبت لكم ده ضد العرب بشكل كبير جدا هما كلهم ضد العرب طبعا يعني انا مش عايز اخش واسرح واسبح في اتجاهات انه الداخل الاسرائيلي انا اعاول عليه انا بقول لن اعاول على ما يجري في اسرائيل زي ما قلنا انه فاكرين وفاكر حضراتكم ان كان فيه ناس بتعاول على الانتخابات الامريكية الاخيرة هو ترامب ولا بايدن هو الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي هو حزب العمل ولا حزب الليكود انا فاكر يعني انا منذ زمن بعيد وانا في المدرسة في لسه عندي مثلا خمستاشر عشرين سنة والله يفاكر ان احنا دايما ننتظر الانتخابات الامريكية من اللي هيجي الديمقراطيين ولا الجمهوريين لانه مين فيهم معنا ومتحالف معنا او غيره ونيجي بعدين في النص نلاقي الانتخابات الاسرائيلية الليكود ولا العمل احنا عايزين العمل عشان العمل افضل من الليكود وبنعد نراهن على غيرنا كتير اللي انا عايز اقوله انه كفانا رهانات على الاخرين كل رهانتنا يجب ان تكون على امكانياتنا يجب ان تكون رهانتنا على امكانياتنا وليست رهانتنا على مواقف الاخرين فكل الاخرين كلهم بيعملوا المصلحهم لان اتنياهو بيحبني ولا لبيت بيحبني ولا اسمه التاني ده اسمه يقير لبيد ولا نفتالي بينت ولا منصور عرب كل واحد بدرع مصلحته من ثم الإرادة الفلسطينية ومن ثم الإرادة العربية تستطيع أن تفرض نفسها على الجميع فأنا مش شاغل بالي قوي باللي بيحصل في المعركة القزرة في الانتخابات الإسرائيلية مين بقى يكسب هل ينجح يقير لبيد ومعاه بينت أن هما يقل في الحكومة هما الاثنين لصوص سرقوا أرضنا وسرقوا حلمين خليني بس أقول الحقيقة والراجل بينت راجل السافل بيقولوله الأسرى الفلسطينيين قال لهم اقتلوهم أنا قتلت منهم كتير ده يحكم دوليا كمجرم حرب ما في ذلك شك بقول تاني سواء هما نجحوا وقل في حكومة أو نتنياهو قال في حكومة لكن أنا تقديري الشخصي أنه حتى لو نجح لبيد في إقامة حكومة وتأسس حكومة ستفشل وسيحدث شرخ بينه وبين بنت لأنه فيه متناقضات داخل هذا التحالف ومن ثم وجهة نظري أو ما أتوقعه للداخل الإسرائيلي بعد دراسة سريعة لما يجري أنه الموقف كله رايح في اتجاه إجراء انتخابات خامسة يعني فيه تقديري أنه الحل سيكون الزهاب إلى انتخابات عامة وبعد خروج نتنياهو بالأمس وهجومه الشرس اللي هو منطقي على بينت وعلى لبيد أنه هيدفع الأمور في اتجاه دعوة لانتخابات خامسة خلال عامين يبقى فيه خامس انتخابات عامة خلال عامين فقط معناها 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 يعني عندي أربع انتخابات خلصة هنروح لانتخابات خامسة لو يوم الأربع القادم بعد بكرة لو لم تنجح المحاولات لإقامة حكومة إسرائيلية أو تشكيل حكومة إسرائيلية بين لبيد وبين بنت هيتم الدعوة لانتخابات جديدة انتخابات إيه خامسة يبقى فيه أربع انتخابات في سنتين يعني كل ست شهر انتخاب فيه انتخابات خمسة بقى هيبقى كل أربع شهور يعني دولة زي إسرائيل بقولوا عندنا الديمقراطية أولا والديمقراطية طريقنا والكلام اللي صدعونا بيه وحقوق الإنسان وإحنا أعظم سيستم وإحنا عددين سؤال شوات غاجر وبيكلموا علينا كتير ديمقراطيتهم انكشفت أمام هذه الأطماع والديمقراطية طلعت مزيفة والديمقراطية طلعت مش أصلية لأنه لا يمكن حد يمارس ديمقراطية وهو سرق أرض لا يمكن حد يمارس ديمقراطية وهو بيقتل الأبرياء أنا بقول ده تقديري الشخصي ان احنا إسرائيل رايحة لانتخابات خامسة وبقول انه ما جرى خلال الفترة الماضية بيؤكد لنا انه هناك اكذوبة اسمها الديمقراطية الإسرائيلية أو أظهرت الأحداث أنها ديمقراطية هشة رغم كل ما يبدو على الساحة انهم عندهم يعني وحل الديمقراطية على الطريقة الإسرائيلية اتنين أحداث غزة وحي الشيخ جراح وكل ما جرى بيؤكد حاجتين تانية الفلسطينيون قادروا باختصار انتوا قادرين انتوا الفلسطينيون قادرين تقدروا تعملوا فإن فيها قوما جبارين انتوا تقدروا تعملوا كل حاجة بس تتحدوا مع بعض اتنين الاستفادة التانية أو الملمح التاني أو مخرجات العملية التانية انه فيه المنظومة الأمنية الإسرائيلية طلق برضو هشهاية التانية والقبة الصخرية ولا القبة الحديدية وبأي حاجة لو نموسها بجتني عرأيك كل ده كلام فاضي زي اللي كان يقولوا على خط برليف زمان انا مش عايز الهزيمة المجانية نمنى بها من جديد اخطر شيء انك تهزم دون الدخول معركة الهزيمة دون دخول معركة هي هزيمة داخلية نفسية معنوية انت بتشعر انك ضعيف انت بتشعر انك مهزوم انت مهزوم دون ان تحرك ساكنا يا اخي انا بقول هو ده اللي عملوه خلونا نشعر باننا اضعف جعلونا نشعر باننا اقل جعلونا نشعر باننا دونهم دون امكانياتهم نجحت الوسائل الاعلامية والاعلانية والاخبارية ومحطاتهم والعبث في ادمغتنا والعبث في وعينا احنا الوعي التعمى العربي بينزف الوعي بينزف انا فاكر كلام الرئيس السيسي من اول ما تولى الوعي 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 وروحنا في شرم الشيخ قال لهم قال لكل العرب قال لهم نعمل قوات عربية ومشتركة انا بقول لكم في مخاطر نعمل قوات عربية ومشتركة واحد قال له والقيادة المين القيادة المين دا سؤال دا سؤال مش عايز اتكلم عشان مش عايز افتح جروح لكن بقول تاني انه الموقف المصري بيعكس قوة مصر وبيعكس ايضا تحركات مصرية مستقبلية على العرب ان يلتقطوا هذه الاشارات ونبدأ نرجع تاني نشتغل وبقول تاني نرمم الوعي العربي والذاكرة العربية اللي بدأ ينزف منذ فترة طويلة ان لنا ان نوخي في هذا النزيف ونعتمد مرة اخرى على انفسنا ونثق مرة اخرى في انفسنا ونقول ان احنا قادرون نقدر والله نقدر نقدر نعمل ايه واشنا نعمل ايه بناء الانسان العربي من جديد بناء الدول العربية من جديد عاونة العواصم العربية من جديد ان احنا نحب بعض من جديد يا جماعة دا انا بفتح التلفزيونات العربية بلاقي شتيمة في مصر هو مش كل طبعا الدول طب انت بتشت في مصر ايه طب ايه مصر زعلتك في ايه طب انت يعني زعلان ليه فيه انا مش عايز اتكلم على اين بالزبط بس حضراتكم بتشوفوا كل اكيد بتشوفوا يعني انا مصري بتقف مع كل شيققاتها العربيات دون كل الناس وفاكرين الناس الحلوين اللي وقفين معنا واللي وقفوا معنا واللي سعدونا واللي بيحبونا وغيره لكن بقول تاني مش الشعوب العربية الشعوب العربية في بعض من او اجزاء من الشعوب العربية تم تغييب وعيها عن طريق طيارات راديكالية متشددة متعفنة ارهابية حاولوا يغيروا المشاعر تجاه الدولة زي مصر بقول تاني لا مصر صادقة في حبها للدول العربية في وصلها مع الدول العربية في مصالح الدول العربية وبقول تاني والله لم لم يحدث ما حدث الا بسبب فتنة الطيارات التي تدعي انها اسلامية او انها اسلام سياسي خلينا نحط خطوط عريضة ونحط اعداء مشتركين ونبدأ نتحرك في هذا الاتجاه وانا شايف ان احنا قطعا هنقدر خلال مرحلة القادمة النهاردة من ضمن بناء القدرات في مصر مبارح كنت مكلمكم على لقاءات او اجتماعات ساد الرئيس مع وزراء مختصين بالصناعة وغيره واتكلمنا على انه الرئيس قال مش عايزين نستورد حاجات من برة او مش عايزين نفرد في الاستراد من برة علشان ندي فرصة لبناءة مصانع وانشاء مصانع علشان ندي فرصة للايدة العاملة تشتغل وندي فرصة عاملة للناس ده قلت اجتماع مبارح كان موجه لمين لخدمة طالب الوظيفة البطالة عايزين نقللها وايه الاخره النهاردة ودي فكر الرئيس من اليوم الاول توطين الصناعة يعني ايه توطين الصناعة انا بستورد من برة طيار طيب احنا بنجيب طيارة واتنين وتلاتة بنيجي نعمل ما نصنع طيارات طيب بنجيب الناس اللي برة يساعدون يبني على ارضي نوطن نخليها نوطن الصناعة نخليها عندي هنا في مصر ونخليها صناعة وطنية بعدين توطين الصناعة يبقى اخلي الصناعة مكانها عندي في مصر احنا بنستورد حاجات كتير من برة طيب ما تيجي نوطنها عندنا تيجي نجيب الخبرة من برة والخبرات من برة وانا فاكر وروح تزورت مصنع مش مصنع اكاديمية لشركة سيمينس بتاعة الكهرباء لما عملوا عندنا شغل الرئيس اشترت عليهم قال لهم عايزين ندرب الناس ونعلم الناس وعلى البيع عادي نعمل اكاديمية للتدريب والتعليم والصيانة مش عانى زمان لما كان مكان اطلع اطل يقولك الخبير جاي من المانيا الخبير جاي من انجلترا اصله الخبير اطلعت عطلت اصله المكان عطلان وكل الصناعية والناس الصناعة عارتين هذا الكلام انسى الكلام ده بقى تراث ليه بنعمل اي عقد مع محطة كهرباء مع محطة صرف صحي مع مصنع مع خط انتاج ضمن الشروط الاساسية ان يكون فيه توطين للصناعة وتدريب وتعليم وتدريب تحويلي النهاردة الرئيس قعد مع سيد بيتر لورانس لورانس ده رئيس اكبر شركة المانية عالمية في صناعة ويبناء السفن حضر المقابلة طبعا الفريق احمد خالد قائد قوات البحرية واللواء بحري محمد ابراهيم والعقيد بحري محمد ناجي السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية قال ان الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها حيستم استعراض اوجه تطوير ترسنات صناعة السفن بالاضافة الى تأهيل وتدريب الكوادر البشر اذا بقول لها حضر ده يبقى النهاردة الاجتماع مع الشركة الالمانية العملاقة الرئيس بيتكلم معهم عايزين نوطن الصناع احنا عندنا الحمد لله شركة ترسانت اسكندرية وعندنا ترسانت قناة سويس وعندنا في بورسعيد يعني احنا في صناعة السفن وفي صناعة شفت السفن الصليل اللي اتعاملت والسفن البحرية واللكركات وغير وبنقدر نبني ونصنع لكن احنا عايزين اعلى واحدث تكنولوجيات بنجيب الناس بيقعدوا مع الرئيس بنفسه بيقعد معهم عايزين نوطن الصناعة عايزين ننقل الخبرات ونعمل عملية تدريب ده كان اجتماع السيد الرئيس النهاردة مع الجانب الالماني فاصل ونعود اهلا بحضراتكم من جديد النهاردة رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد في اختتام المناورة الكبيرة اللي تمت بين الجيش المصري والجيش السوداني في السودان بيلقي كلمة وبيتحدث رئيس اركان الجيش المصري عن التدريب المشترك حماة النيل بيقول انه بيستهدف رفع القدرات القتالية للقوات لردع الاعداء بقول كمان رئيس اركان الجيش المصري ندعو الى استمرار التواصل مع الجيش السوداني استعدادا لتنفيذ نسخ قادمة من تدريب حماة النيل يعني فريق محمد فريد زي ما حضركم شايفين من السودان بيتكلم على انه القادم من التعاون بين القاهرة الخرطوم سيكون على نفس الوتيرة وبنفس الطريقة بيقول كمان رئيس اركان الجيش السوداني ان التعاون مع مصر بيهدف لرفع مستوى القدرات القتالية لموجهة الاعداء رئيس هيئة اركان السودانية بيقول كمان التعاون مع الجيش المصري بيأتي في اطار وحدة الهدف وحدة المصير المشترك وصيانة الامن القومي للبلدين ده رئيس اركان الجيش السوداني ورئيس اركان الجيش المصري في ختام المناورة الكبيرة الضخمة بتات الدلالة حماة النيل في وقت تموج فيه المنطقة منطقة شرق افريقيا والقرن الافريقي ودول حوض النيل بالكثير من المشاكل نتيجة تعنت احدى الدول سواء باختراق الحدود السودانية او محاولة فرض ارادتها على دولتين المصاب بمصر السودان فيما خص مياه النيل الا وهي اثيوبيا اعتقد انه الربط بين كل هذه الفسيفساء السياسية والمواقف الموجودة واشتعال المواقف وحرب كلامية من هنا وهناك بيأتي وسط كل هذا هذه المناورة الكبيرة والمتفردة الاول مرة بنجد مناورة اسمها حمات النيل لهذه لا لا طبعا مش جاية اعتباطا ليه مسا ما تهش اي اسم اخر ليه حمات النيل وبعد نصور النيل واحد ونصور الانتين يبقى عندي حمات النيل واول مرة يكون عندي قوات بحرية وجوية ودفاع جوي وقوات برية وقوات خاصة كل ده جديد كل ده بيقول احنا اخوياء وبيقول احنا متعاونين وبيقول احنا عندنا اتفاقية اسكرية وبيقول ان مصرنا واحد وان امننا قومي واحد وان مستقبلنا واحد وان صبرنا واحد وان الامن القومي بتاعنا ان شاء الله بهذه العمليات ليس في خطر برضو النهاردة تم اختتام فعاليات التدريب المصري الاماراتي اللي كان موجود في الامارات زي التلاتة وبدأ عودة القوات المصرية من الامارات بعد انتهاء هذه المناورات المشتركة بين الجانبين المصري والامارات زي ما حضرتكم شايفين ان التدريبات العسكرية سواء احنا بنشوف بس ربما بنشوف جزء يسير من التدريبات ويعني بيكتب لنا الحظ ان احنا نرى بعض المناورات او نرى يعني كوفود اعلامية بعضا من الافتتاحات او البرنامج الختامي لبعض المناورات في الحقيقة الواحد بيبقاعد منبهر وفخور بقواته المسلحة انا لا اخفيكم سرا انه يعني لما روحت قائلة محمد نجيب ولا قائلة برنيس ولا المنطقة الغربية ولا المنطقة الجنوبية ولا المنطقة الشمالية ولا المنطقة في سيناء انت عندك مش جيش واحد انت عندك جيوش يعني الناس مش واخدى بالها مثلا لما اجقول الجيش التاني المداني الجيش التالت المداني ولما اجقول منطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة المركزية وعندي احنا عندنا جيوش مصر مش جيش واحد جيوش على قلبي رجل واحد لكن عندي جيوش عندي رجال يقدر يخليك كسياسي تاخد قرار وانت متطمن يقدر يخليك تفكر وتناور وتحاور وتشتغل وتصبر وتهدد كمان ليه لانت عندك جيش يحميك لكن الجيش القوي اللي بين ادين الشعب المصري جيش بيديره قيادة سياسية وقائد اعلى بيتسم بالحكمة والصبر الاستراتيجي قلناها مرارا ونعدها ايضا انه هذا الجيش اللي قدام حضراتكم اللي في مناوراته سواء في الداخل وفي الخارج وانا اعلم انه كل ما شارك فيه الجيش المصري من مناورات كانت بطلبات مقدمة للجيش المصري هو اللي بيتطلب منه الناس عايزين يعملوا الجيوش عايزين يعملوا من مناورات وتدريبات مشتركة مع الجيش المصري جاهز نزيه عنده عقيدة لا توجد عند اي جيش اخر بشكل واضح سواء في الداخل سواء في الخارج في قوات حدز السلام على الحدود في سيناء على الحدود الغربية في المركز في القلب جيش المصري جيش يدعو للفخر يدعو للفخر تحية دون سبب لكل ابنائنا في الجيش المصري في كل مكان وعلى كل الثغور الوطن الموجودين دلوقتي على الحدود وموجودين دلوقتي في اسقاع الارض اللي موجودين دلوقتي في كل مكان وهنا قاعدين في القاهرة وهو قاعدين وقاعدين في المكيفات ودرجة الحرارة زي ما حضركم شايفين دول موجودين هناك في الصحراء على الحدود الغربية بطول 1200 كيلو على داخل سيناء بكل ما تحمله داخل هنا وهناك الحدود الجنوبية اللي بتدرب برة واللي بتدور جوه واللي واقف في حارب إرهاب سواء رجال الشرطة الموجودين في الداخل او رجال قوات المسلحة الموجودين في أماكنهم تحية واجبة في هذا التوقيت لكل أبناء مصر اللي بيدعونا دائما إلى نحن نفخر بهم ونفخر بعملهم وأقوالهم وبقول تاني الحمد لله على سلامة قواتنا المصرية اللي رجعت من تدريبات عظيمة ولها دلالة من السودان ومن الإمارات. أروح لإثيوبيا أبي أحمد نهاردة بيستقبل السيناتور الأمريكي جيم إنهوف. السيناتور الأمريكي ده بيقوله ده صديقنا صديق إثيوبيا والراجل استقبله في مكتبه أبي أحمد وقال له يعني عجبك اللي بتعمله أمريكا معانا ويعني اعتقد أن لكه دور مفتقفه معانا لأنه الإدارة الأمريكية الحالية وقده موقف فيما يخص التجري وقده موقف فيما يخص الحدود السودانية الإثيوبية وقده موقف تجاه سد النهضة فأبي أحمد بيقوله زي ما حدوك شايفين ده استقبله وقال له أن أنت صديق الإثيوبيين وأرحب بيك كصديق لنا في موطنك الثاني أو في بيتك الثاني إثيوبيا والراجل ده بيدافع عن إثيوبيا بشكل كبير اللي هو جيم إنهوف دوت وعده مجل الشيوخ عن ولاية إكلهوما الأمريكية وبيعارض قرارات الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبة على التأشيرات على الإثيوبيين يعني الراجل ده راجل يعني ما عندوش أي رؤية لما يجري ولا معرفة بما يجري في إقليم التجري يعني ده متعزز قناعاته أكيد يعني طيب خليني أروح معاكم لإعلان أو تصريحات لأبي أحمد قال إن إحنا نستخدم تقنية التلقيح السحابي أو تلقيح السحب لإستمتار السحابي يعني الفكرة ببساطة بيقول إحنا نعمل كده البذر السحابي أو تلقيح السحابي أو تلقيح الغيوم سمع زي ما أنت عايز علشان نقدر نملأ السد المال الثاني أي كلام في أي كلام في أي استعباط لأنه أبي أحمد بيحاول يبين للناس عنده في الداخل قبل الانتخابات إنه هيملأ المال الثاني رغم أن في مصر والسودان والأمم المتحدة وأمريكا والناس كلها وبيقول للعالم برة يا جماعة أنا عندي مية فائضة والدلائل العلمية للفيضان السنة دي جيد جدا يعني هيبقى فيه مية كتير جدا مش هنلاها عليه فابقول احمد ربنا يا سودان وحمد ربنا يا مصر إن إحنا عندنا السد عشان ناخد فيه نستاول فيه الفيضان بدلما القرطوم تغرق زي السنة اللي قبل اللي فاته وبيقول كمان إنه هيعمل عملية بذر سحابي ودي عملية علمية بيعرفها الجماعة بتقول المناخ والطقس والخبراء الأرصاد إنه المناطق الاستوائية أو المناطق الحرة اللي فيها سحب كثيفة نتيجة مستنقعات المنتشرة في الأراضي الأتيوبية فيه مستنقعات كتير جدا فبيحصل المستنقعات بتبقى بخر ماء اللي هو بقار الماء بيتصاعد بخار الماء فيعمل سحب فهو بيعمل عملية بذر سحابي عملية علمية بتوجه هذه السحب إلى إسقاط الأمطار في مناطق بعينها ودي كانت موضوع قديم يتقلب لكده إن فيه ناس بتسرق السحب وبيحاول يوجهها بشكله آخر يعني فيه سحابة عندي هو ممكن يسرقها عنده حاصد قبل كده من إسرائيل ومن بعض الدول وغيره لكن أنا بقول إن أبي أحمد بيعلن أو استمطار السحابي بطريقة ما لكي تسقط الأمطار أو تسقط الأمطار لتساعد فيه الملء الثاني لسد النهضة ده النهاردة الكلام اللي قاله أبي أحمد حول عملية تحويل الأمطار لملء السد العالي السد النهضة من خلال تلقيح السحابي أو مسمى بالبذر السحابي يقول أبي أحمد كمان من جملة مقال النهاردة أو مبارح إنه إثيوبيا بتنتوي بناء 100 سد أو أكتر من 100 سد صغير ومتوسط خلال السنة المالية الجديدة إحنا هنبني سدود كتير علشان نوفر المية علشان نزرع ونعمل برامج تنموية وعلشان خاطر نبدأ نتحرك في تنمية مستدامة داخل إثيوبيا طبعاً أبي أحمد بيمارس أقصى درجات الوقاحة السياسية أبي أحمد في وقت بتحاول فيه كل الدول ودول الاتحاد الإفريقي ومبارح السنغال وجنوب إفريقيا نواب رئيس الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة واللات المتحدة بيقولوا إن إحنا عايزين نحاول نجد حلول قبل شهر سبع القادم علشان المنطقة لا تشتاعل وكلام واضح يجي أبي أحمد بمنتهى الوقاحة السياسية ويقول إن إحنا هنبني ميت سد وكأنه بيخرج لسانه للجميع في تحدي صارخ وغير مقبول للجميع لكن الجانب الإثيوبي والقيادات الإثيوبية دائمة دائما على استخدام لغة التعالي ولغة الكبرياء ولغة إنه ليس من حق أحد أن يتدخل في الشأن الداخل الإثيوبي أقول إنه لا أحد يتدخل في الشأن الداخل الإثيوبي لكن عندما يكون هناك نهر دولي ولاجب أن ننسى ذلك نهر النيل نهر دولي مبارح رئيس السنغال إدي درس في الأخلاق ودرس في الإدارة للجماعة الإثيوبيين إنه عندك تجربة نهر السنغال اللي بينطلق من غينيا حتى بيمر بغانا بيمر بمرتانيا ثم بيلقي وسنغال وبيلقي في النهاية كما صب في المحيط الأطلنطي عنده في هيئة عليا لإدارة نهر السنغال إحنا محتاجين هيئة عليا لإدارة نهر النيل على غرار الهيئة العليا لإدارة نهر السنغال وعلى غرار الهيئة العليا لإدارة نهر دانوب في أوروبا ونهر الميكنج في أسيا عندنا تجارب والتفقيات وأنهار كل الناس شغالين وكله بيستفاد إلا إتيوبة تقول نهر النيل يتحول إلى بحيرة مش نهر نهر النيل إحنا ما نستفيدش منه نهر النيل مصر بتاخد نصيب الأسد نهر النيل وشغال نهر النيل هو بيسقط على إتيوبية ألف مليار متر مكعب من المياه كل اللي بيجينا احنا في نهر في النيل الأزرق بيجينا حوالي خمسة وخمسين ولا تمانين مليار هو عنده ألف مليار بيضيعه المواشي الإثيوبية الأبقار الإثيوبية بتستهلك ميت مليار متر مكعب من المياه سنويا الأبقار الإثيوبية فقط بتستهلك ميت مليار متر مكعب من المياه كل اللي مصر والسودان بيستخدموه أو بيستهلكوه خمسة وخمسين زائد تمنتاشر مش مكملين يعني أبقار إثيوبية بتستفيد من نهر النيل أكثر من عدد سكان مصر والسودان أنا آسف يعني ده كلام دي معلومات ألهاب لكده الدكتور محمد رب العاطي إن الأبقار في إثيوبية بتستهلك مياه أكثر من استهلاك دولتين مصر والسودان وإثيوبية بتقول إحنا عندنا فقر وعندنا مجاعة وعندنا عندك سوق إدارة عندك سوق أخلاق عندك سوق تخطيط عندك حرب أهلية موجودة أكلت الأخضر اليابس في التجري عندك حرب أهلية في الجنوب عندك بلاوي موجودة نتيجة سوق الإدارة لا تحمل مصر ولا تستخدم مصر كشماعة ليه فشلك في إدارة الدولة بقول تاني ورغم ذلك إنه بنتكلم بلغة وبنشعر بألم وغصة من ممارسات إثيوبية ما كنا نتمناها على الإطلاق وبنقول إن إحنا صفقين في التعاون لكن هما بيضمروا لنا عداء وبيضمروا لنا كراهية وبيضمروا لنا كل ما هو سيء في وقت إحنا فيه فتحين إيدينا وبنقول إحنا عايزين نتعاون لكن إذا كان الأمر هكذا محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة فإحنا عندنا القوة اللي ترضع هذا التوجه بشكل واضح جدا لكن بنقول تاني إنه فيه في الأفق تسريبات من هنا أو من هناك أو هناك معلومات يعني إلى حد ما إنه ربما خلال أيام بيكون فيه يعني بارقة أمل قوية في مصيرة المفاوضات الخاصة بصد النهضة بعد تدخل القوى الأجنبية مع القوى الغربية وأمريكا والأمم المتحدة والناس كلها على علم بالكارسة اللي ممكن تحصل فالجانب الإفريقي التعاد إفريقي الرئيس التعاد إفريقي ونائبه في السنغال ونائبه في جنوب إفريقيا وهيئة المكتب على علم بالكارس اللي ممكن تحصل لو أسيوبيا تصرفت بشكل أحادي وهناك فيه يعني الأفق بتدور مبادرة ربما تجد حل يكون مفاجئ إن شاء الله في هذا الإطار لكن الأخ أبي أحمد وبتكلم بيتكلم على السدود ومية سده وكبير وصغير وغيره لكن يبدو أن أبي أحمد يحتاج إلى من يذكره أبي أحمد يحتاج إلى من يذكره باتفاقية 1902 أبي أحمد يحتاج إلى من ينعش ذاكرته الضعيفة بأن هناك اتفاقية اسمها اتفاقية 1902 بتحرم عليه إقامة أي منشآت على النيل الأزرق دون موافقة دول المصب وبنقول تاني وبنعيد تاني وتالت مش كلام للإسلاك المحلي مش كلام لدغدغة مشاعر الجماهير بنقول تاني في اتفاقية ارجعوا قروها وارجعوا رجعوا المادة التانية والتالتة فيها يا جماعة اتفاقية 1902 بتقول أنه إثيوبيا لابد أن تستأذن وتأخذ موافقة أول دولتها المصب وكتساعدها الوالي عليهم أو الواصل عليهم بريطانيا العظمى حكومة جلالة الملكة لازم الأول يرجعوا لها وكانت إثيوبيا دولة مستقلة وعندها الملك منلك التاني مستقل وكان مقابل موافقة إثيوبيا على عدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق خادت مقابلها إقليم بني شنقول من السودان والسودان تنازلت عنه في نفس الإطار ده كان ترتيبات بريطانية وإقليم بني شنقول في الأصل كان مصري زمان كان اسمه أملاك خدوية وكان اسمه نهود خدوية الجانب الإثيوبي بيحاول أن يتجاهل هذه الاتفاقية وأنا بقول للناس وأنا ليه بقول لاتفاقية 1902 لأن الاتفاقية الأساس انتفاقية الأساس اللي عليها تم ترسيم الحدود بين إثيوبيا وبين السودان وتم الاتفاق على حصص ماء النيل بهذا الشكل بقول تاني أنه تنصل إثيوبيا من اتفاقية 1902 هيرجعنا مربع صفر وإحنا بنقول طيب خلاص ماشي نهد الموضوع نبني من جديد أنت ابني على دين الأزرق وإحنا ناخد بني شنقول بني شنقول اللي فيها السد أصلا فمن ثم هناك سيوبيا بتبحث عن يعني مستحيل أنه دولة زي مصر ودولة زي السودان يعني يبتلعوا هذه الأحلام المسمومة الإثيوبية صعب علينا مستحيل مستحيل وأنا بتكلم بشكل هادئ مستحيل يحدث هذا فأنا بقول تاني رجعوا وإقروا 1902 وبقول لأبي أحمد أنا أذكرك من هنا من القاهرة باتفاقية 1902 ربما تكون نسيتها وربما تكون مش عارف تقرأ ممكن نترجمها لك بالأمهاري أو باللغة الإثيوبية نبعتها لك إحنا يعني عندنا نسخة بالعرب ممكن نترجمها ونبعتها لك لكن بقول أن 1902 الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس الأسبوعين الماضيين كان بيتكلم بيلقي كلمة في القمة الفرنسية الأفريقية وقال أن الحدود إحنا مع السودان في حدودها ومع السودان طبقا لترسيم الدول للحدود وخاصة الرئيس أكيد خاصة اتفاقية 1902 وأنا بقول ثاني لم ينتبه الكثيرون إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس حينما قال بأن المرجعية الأساسية في الخلافات الموجودة في المنطقة خاصة الحدود بين السودان وبين إثيوبيا هي اتفاقية 1902 هل انتبه الكثيرون إلى ذلك ده رئيس الدولة ده رئيس مصر قال هذا الكلام أنه اتفاقية 1902 هي المرجعية التي يجب أن تحترمها إثيوبيا وتمثل للسودان المصطرة الأسسية لذلك ده معاهدة 15 مايو 1902 بين المملكة المتحدة وإثيوبيا فيما تعلق بالحدود بين السودان وإثيوبيا تم التوقيع عليها باديس بابا بتاريخ 5 مايو 1902 ولها نسخة موقعة باللغة الأمهارية تم التصديق عليها باديس بابا بتاريخ 28 أكتوبر 1902 إن جلالة الملك إدوارد السابع ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا والمستعمرات البريطانية لموراء البحار وإمبراطور الهند بفضل الله وجلالة الملك ملك الثاني ملك ملوك إثيوبيا بفضل الله إذ تدفعها الرغبة في تأكيد علاقات الصداقة بين القوتين واستقرار الحدود بين السودان وإثيوبيا وإن جلالة الملك إدوارد الذي قام بتعيين المقدم الكولونيل ليوتينيل الحاصل لوسام القائد الملكي الفكتوري مفوضا وممثلا لجلالته في بلاط جلالة الملك الثاني ملك ملوك إثيوبيا وقد وجد تفويض وسلطاته الكاملة سليمة وبالشكل المطلوب حسب الأصول وجلالة الإمبراطور ملك إذ يفاوض باسمه وبواصفه ملكا لملوك إثيوبيا خلين روح المادة الأول المادة الأولة بتقول تكون الحدود بين السودان وإثيوبيا التي تم الاتفاق عليها بين الحكومتين هي الخط المعلم باللون الأحمر على الخريطة المرفقة من نسختين بهذه المعاهدة والممتدة من حدود من خور هات يا إبني من خور أم حجر إلى القلبات وإلى النيل الأزرق وأنهار بارو والبيبور وأكوبر إلى ميليلي ومن ثم إلى تقاطع خط عرض ستة درجات شمعلا مع خط طول خمسة وتلاتين درجة شرق جرينيش المادة التانية مهمة جدا يتم تحديد الحدود المعرفة في المادة الأولى ووضع علامتها على الأرض بواسطة لجنة لجنة حدود مشتركة تعين بواسطة الطرفين الساميين المتعاقدين واللذين سيختران رعاياهما بذلك بعد أن يتم تحديد الحدود المادة التالتة يتعهد جلالة الإمبراطور ملك التاني ملك ملوك إثيوبيا لحكومة صاحب الجلالة البريطاني بعدم أهو بعدم تشييد أو السماح بتشييد لهو يبني ولا يسمح لحد يبني أي أعمال عبر النيل الأزرق أو بحير التانى أو الصوبات من شأنها ممنوع عليه ومحرم عليه يعمل أي إنشاءات على النيل الأزرق أو بحير التانى أو نهر الصوبات من شأنها أن تعيق تدفق مياهها في النيل إلا بموافقة حكومة صاحب الجلالة البريطاني وحكومة السودان المادة التالتة من اتفاقية 1920 هي المادة الأهم اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عنها في معرض كلمته منذ أسبوعين في باريس وقال إنه الخط الفاصل بين السودان وإثيوبيا لابد أن يكون مرجعيته اتفاقية 1902 5 مايو 1902 المادة التالتة هو بشرحها للناس كلها أعتقد كفاءة إبراهيم ماشي يعني المادة دي مهمة جدا رجعوا روها موجودة خليني آخر حاجة عندي آخر صفحة وبرمت بقديسة بابا في اليوم 15 من شهر مايو 15 مايو 1902 وده كان منذوق جلالة الملك جلالة الملك وده كان الإمبراطور ملك التاني خليني بس أقول لحضراتكم أنه حتى السكة الحديد أهو يعني خليك لحظة برين بس سوف يتم اختار مصدر السكة الحديد بالاتفاق بين الطرفين السامين المتعقدين تدخل هذه المعاهدة حيث تنفذ حالما تم اختار الإمبراطور الإثيوبي بتصديق صاحب الجلالة البريطاني عليها وإشهدا على ما تقدم وقع جلالة ملك التاني ملك تبلوك إثيوبيا باسمه وقع المقدم اللي هو وقع التوكيل 1902 الراجل الراجل أبي أحمد بيقول دي اتفاقات استعمارية أنت كنت مستقل يعني المفروض مصدرس دا نقولك دي اتفاقات استعمارية أنت اللي كنت مستقل وكان عندك حرية اتخاذ القرار اللي أنت عايزه أنت كنت سيد نفسك بالتالي أي دعايات أو مشاعات إثيوبية خاصة باتفاقيات 1902 مرضوض عليها أنه ده هو الأساس اللي احنا بندنا عليه هذا الأساس بقول أنه ممنوع إقامة أي بنايات على نهر النيل الأزرق أو نهر عطبرة أو بحير التانى إلا بعد الموافقة لأنه ده ممكن يعطي الجريان المياه في نهر في النيل الأزرق اللي جاي لمصر والسودان ده اتفاقية جماعة ملزمة مفيش حد يقدر يتنصل منها دي موجودة في الأمم المتحدة موجودة في منظمة الوحدة الأفريقية اللي هي الاتحاد الأفريقي اللي هي في السيوب بأني سبابه بالتالي احنا بنتكلم في حقوق واضحة وإحنا دائما اللي بنيجي نتكلم نقولك وفقا للقانون الدولي وفقا للمعاهرات الدولية هو ده المعاهرات الدولية اللي القانون الدولي احترامها واعترف بيها خليني ده طبعا النهاردة لسه بقرا لكم دلوقتي انه ابي احمد بيقول هنعمل ميت ساد السنة الجاية الخارجية المصرية ردت دلوقتي هو صرح السفير احمد حافظ المتحدة الرسمي باسم المزارة الخارجية بان مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد حول نية اثيوبيا بناء عرض السدود في مناطق مختلفة من البلاد مؤكدا على ان هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية اثيوبيا يعني هو احمد حافظ رجل مؤدب سوء نية انا بقوله ده وقاحة انا بقول ده وقاحة اثيوبية وتعاملها مع نهر النيل وغيره من النهار الدولية التي تشاركها مع دول الجوار وكأنها انهار داخلية تخضع لسيادتها ومسقرة لخدمة مصالحها واضاف حافظ ان مصر ظل طالما اقرت بحق جميع الدول حوض النيل في اقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من اجل تحقيق التنمية لشعوبها الشخيقة الا ان هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب ان تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها وفي مقدمتها دول المصاب مشيرا الى ان تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي ما هي الا استمرار للنهج الاثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي وجمة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من النهار الدولية والتي تفرض على اثيوبيا احترام حقوق الدول الاخرى المتشاطئة او المشاطئة لهذه النهار وعدم الاضرار بمصالحها ده رد مصر على التصريح اللي ادل بي ابي احمد النهار ده اللي قلت لكم من شوية دلوقتي الخارجية المصرية ردت بسرعة والدائلة ادب طبعا النهار ده الجماعة الايتيوبيين في في العاصمة الايطالية عاملين واقفة احتجاجية بيشتموا فيها مصر والسودان يعني شغالين مبارح عاملين مظاهرة في الاستاد والنهار ده عاملين واقفة في ايطاليا وبيقولوا انه محدش يدخل في شؤون الداخلي اهو رفعين صور ابي احمد طبعا ده كلها يعني بين قلسين امبارح في الاستاد رفعين اعلام وصور رئيس روسيا ورئيس الصين ورئيس تركيا والنهار ده في في ايطاليا زي انشافين في روما رفعين شوية اعلام وكلام بيكلم وشتم في مصر والسودان اعتقد يعني دي اللي اتأدب ما بعدها اللي اتأدب لكن اعتقد القانون الدولي لا ينظر الى هذه السخفات وهذه التفاهات على عودة وكالة تنباية الاتيوبية بتقول تنزانيا تدعم وساطة الاتحاد الافريقي ما احنا احنا كمان بندعم وساطة الاتحاد الافريقي ايه الجديد احنا بندعم اي وساطة لكن بقول تاني ان الجال الاتيوبي يبدو لنا انه الجال الاتيوبي لا يسمع ولا يرى لكنه فقط يتكلم فيه اشتباكات جامدة جدا دلوقتي فيه بين دولتين افريقياتين يعني انا يعني اتحسس انه هيبقى فيه مشكلة كبيرة بين اتشاد وبين جنوب افريقيا بين افريقيا الوسطى اتشاد انتوا عارفين تعرضت لظروف خلال الفترة الماضية بعد مقتل رئيسها ادريستيب في المنطقة الشمالية وتشاد من اقوى الجيوش في منطقة ساحب والصحراء وعندها دور كبير جدا وقارع اسكريا في المنطقة وبتساعد تساعد قبل كده في افريقيا الوسطى في استباب الامن ومواجهة الارهاب النهاردة الجانب القوات الموجودة في افريقيا الوسطى بتقوم باعدام خمسة جنود من شاد والموضوع ربما يصل الى عملية عملية مواجهة خلال الفترة القادمة لكن خليني اقول لحضراتكم انا يعني دايما لاخف عند حدود المفردات وانما اتخطاها الى قراءة اوسع انا ارى انه هناك سراع دولي على القرى الافريقية هذا السراع انا انظر لما يجري في تشاد نفوس فرنسي مالي نفوس فرنسي انبارح فرنسا كان رئيس فرنسا راح رواندا وطلع لجنوب افريقيا وقال اللي بيحصل في مالي لو سيطرت الجماعات المتطرفة احنا نسحب قواتنا ونسيب الجمل بمحامل لكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو موجود في مالي وموجود بقواته يعني في تشاد وبيرى انه هناك تمدد روسي تمدد روسي اكتشفنا ان روسيا لها خطة طويلة وعميقة وضخمة للنفاذ داخل افريقيا كنت بقولكو على امريكا والصين فيه سراع على القرى الافريقية شفنا ملامحه في السمارات وغيره دلوقتي فيه سراع ايضا بين روسيا وفرنسا على القرى الافريقية هاتلي يا براهيم سورة الخريطة بتاعت افريقيا ويعني قدرنا نحصل على الخريطة اللي بتؤكد يعني توجه توجه روسيا قدام حضراتكم الى الولوج داخل القرى الافريقية فيه فيه تواجد روسي في ليبيا فيه تواجد روسي كان في السودان لكن السودان قالت ان احنا خلاص وفيه تواجد روسي فيه افريقيا الوسطى قدام حضراتكم اللي فيها مشكلة مع تشاد في هذه المنطقة وفيه تواجد فيه انجولا وفيه تواجد فيه غينيا بيسا وفيه تواجد فيه زمبابوي يعني اللي باللون ده قدام حضراتكم كل ده تواجد روسي او نفوز روسي فيه القرى الافريقية معظمه فيه الساحل والصحراء اهو هنا بس احنا فيه تواجد فيه غرب افريقيا بهذا الشكل المحدود لكن التواجد الافريقي هنا التواجد الروسي هنا بتريد روسيا ان هي تصل نفوزها من البحر المتوسط فوق الى وسط القرى الافريقية وصولا الى جنوب افريقيا وطبعا تعرفين ان جنوب افريقيا وروسيا بيجمعهم اتفاقية بريكس او تجمع بريكس اللي فيه الصين والهند والبرازيل يعني روسيا بنتحرك في هذا لتجدر على مصالحها طبعا وصولا لجنوب افريقيا طبعا انتو عارفين ان في هذا الاطار فيه تواجد فرنسي اهو في هذه المنطقة دي تشادو مالي ده نفوز فرنسي النفوز الفرنسي بيقطع وصل النفوز الروسي روسيا عايزة توصل فرنسا بتقول لا مستحيل انا بقول وكمان عندي هنا فيه في الشرق افريقيا تواجد صيني تواجد امريكي الى اخيره انا بقول القرى الافريقية انا لها ان تتوحد وانا لها ان تستقل وانا لها ان يكون بينها وبين القوى العظمة او القوى الاستعمالية القديمة شراكات حقية ليست بمفهوم التابع والمتبوع او المستعمر والمستعمر انا الافريقيا ان تستقل لمرة اخرى احنا منتبهين اللي بيحصل في هذه المنطقة وقلت ان داعش والنصرة داعش والقاعدة بدأوا يتواجدوا في هذه المنطقة خاصة في منطقة نيجيريا وبيلتح معبوك وحرام وحصل هنا في هذه المنطقة حتى النهاردة في الكنغو الديمقراطية حصل فيها عملية ارهابية ضخمة النهاردة او رد بحيات مش عارف عشرين واحد اعتقد ان القصة داخل القرى الافريقية محتاج انتباه مننا على المستوى الاعلامي والمستوى البحسي نظرا لانه اصبحت يعني مأوى امن وملاد امن الارهابين من ناحية واصبحت ايضا مكان الاصطراعات الاقليمية والدولية من ناحية اخرى الناس اللي ماتت فيه الكنغو الديمقراطية زي ما قلت لحضراتكم تسعة وثلاثين واحد تسعة وثلاثين ومش عشرين يعني تسعة وثلاثين في هجوم في شرق الكنغو بشكل مؤسف جدا وده كل يوم بتلاقي بوكو حرام على مين على مين وفيه الاشتباكات اللي بين افريقيا الوسطى والشاد والعمال الارهابية اللي موجودة من هنا وهناك فكل ده بيؤدي في النهاية الى يعني نزيف افريقي لا يتوقف اعتقد ان الوقت انتهى و في اخر دقيقة عندي ان النهاردة واحد وثلاثين مايو واحد وثلاثين مايو ده بفكرنا جميعا بهذه العبارة الشهيرة هنا القاهرة هنا القاهرة التي انطلقت في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم واحد وثلاثين مايو 1934 ايذانا بانطلاق اثير الإزاعة المصرية يريد نسمعها ابراهيم هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة اشهر كلمة بأجيال مختلفة والإزاعة المصرية اللي انطلقت في سنة 34 كان عندنا تجارب إزاعية من العشرينات لكو كلاكة أهلية اول اول انطلاقة كان زي النهاردة لذلك النهاردة عيد الإزاعة كل سنة والإزاعة المصرية والإزاعيين المصريين بخير كل سنة والتراث المصري في الإزاع بخير والنهاردة كمان تم اختياره ليكون عيدا للإعلاميين فكل سنة إعلامي مصري بخير وكل سنة إعلام مصري بخير بنتذكر القامات الإزاعية والرموز الإزاعية والبرامج الإزاعية اللي احنا واحد زي اتربينا عليها أول ما انطلق أحمد سالم أول مزيع مصري أول صوت مصري كان مزيع وفنان ممثل قال هنا القاهرة وبعدين انطلق الشيخ محمد رفعت بآيات من القرآن الكريم ثم انطلقت أم كلسوم كوكب الشرق تشده بما لديها من أغنيات وإلى الآن الإزاع المصرية هي الإزاع الأقدم في المنطقة وإن شاء الله معا نصنا إعلاما جديدا ومعا تعود الإزاع ويعود مسبيره إلى سابق عصر الزهبي دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة